اشتركوا في القناة مواستهم على وجه الخصوص بعد تعلقه اللافت في لقاء نوتينغام فوريست الذي جرى امس السبت موقع هاملز نيوز المقرب جدا من هاملز قال ان بالرحمة قدم مستوى جيد اقنع به الجميع وعلى رأسهم المدرب دافيد مويس صحيفة ستاندار الانجليزية الشهيرة اختارت بالرحمة كثاني احسن لاعب في اللقاء بعد مسجل الهدفين انكس ومنحته تقييم جد عالي وصل لثمانية من عشرة ستاندار قالت ان بالرحمة وجد اخيرا التناغم مع لاعب الوسط الاخر البرازيلي باكيتا كما اشرت لبراعته الفنية ولقدرته الكبيرة على ايصال كثير من الكرات لزملائه الهدفين الاشهده لم تصل بالرحمة فقط من الاعلام الانجليزي بل ايضا من المدرب دافيد مويس مويس وفي تصريحات اعقبت اللقاء قال انه راضي تمام الرضا عما قدمه لاعبوه وعلى رأسهم سعيد بالرحمة مضيفا ان المستوى الذي قدمه سعيد ضد نوتينغام فوريست هو المستوى الذي كان يريد رؤيته منذ فترة وتعليقا على تصريحاته قال موقع هامرز نيوز ان اشهدت مويس بسعيد بالرحمة تعتبر من النوادر مويس وبحسب المصدر السابق لا يترك فرصة الا وينتقد فيها بالرحمة وحتى في اللقاءة التي يقدم فيها مستوى كبير ينتقده وبكل تأكيد هناك امور تغيرت وربما مويس يكون قد ادرك ان مستوى سعيد يرتقي بمنحه الفرصة ودعمه وليس بنقده بسبب وبدون سبب شكل خروج لعب الخضر ونادي اونجي فوزي غلام في لقاء فريقه ضد ليون امس حالة من الطوارئ غلام شارك اساسيا كما جرت العادة لكنه قبل نهاية اللقاء الشعر ببعض الانام وطلب الخروج في لقطة كانت مكررة في كثير من المرات السابقة خروج غلام وطلبه التغيير شكل صدمة لدى محبيه وايضا عشاق نديه غلام كما يعلم الجميع يصاب دائما والكل يتمنى ان لا تكون الاصابة الحالية كالاصابات التي كان يتعرض لها وكانت تبعده لاشهر طويلة ولم يتبين لغاية عشية اليوم بشكل دقيق طبيعة اصابة غلام ولا مدة غيابه لكن الانباء القادمة من اونجي توحي ان الاصابة ليست خطيرة الصحف الفرنسية نقلت تصريحات لمدرب اونجي بوحزمة هذا الاخير قال ان غلام غادر ارضية الملعب لانه عانى فقط من الام عضلية ورغم ان كلمة الام العضلية كلام عام وليس دقيق الا ان الامر يبقى مبشر فحتى لو غاب الجزائري فان غيابه لن يكون طويلا وغلام يكون قد تجنب الاسوأ في انتظار النتائج الرسمية للفعوصات التي يكون قد خضى عليها صارة اليوم بالحديث عن لقاء اليوم وانجي دائما فقد شكل غياب لعب الخضر المستقبلي حسام عوار عن هذا اللقاء الجدل مرة اخرى عن السبب الحقيقي وراء هذا الغياب الكل اشمع ان غياب عوار فني وان الادارة همشه لانه لا يرغب في التجديد لكن موقع اولمبيكي ليوني المقرب جدا من النادي كشف ان سبب الغياب هو الاصابة وليس شيئا اخر ولا علاقة لمشاكل عوار مع رئيس جو ميشيلولاس بالموضوع عوار يعاني من مشكلة على مستوى الساق وهي المشكلة المستمرة منذ فترة للدرجة التي دفعت الكثير لعدم تصديقها ورغم تأكيد الصعف الفرنسية ان سبب غياب عوار هو الاصابة الا انه يبقى سبب ثانوي وفقط عوار ومنذ اعلانه عدم رغبته في التجديد والرحيل مجانا عطفا على ذلك لم يعد يظهر بعد ان ظن ان رحيله عن ناديه السابق لانس ولعبه في الدرجة الثانية سيكون مساعدا له لاجل تألق وجد الدول الجزائري ولعب باري افسي لان كبال نفسه في مشاكل كثيرة كبال ورغم الاعتماد المفرط عليه لم يترك اثرا للدرجة التي دفعت بمدربه لوضعه بديلا مؤخرا كبال تمكن اخيرا من وضع لمسته وتسجيل اول هدف وذلك في مشاركته بديلا ضدنا دينيور بعد ان استأنف العمل البدني قبل ايام قالت تقارير فرنسية ان لعب الخضر ادم الناس قد بدأ تدريباته على العشب لاول مرة منذ اصابته والناس كان قد عانى من مشاكل على مستوى الفخف لكنه تخلص منها بعد ركونه للراحة موقع لوبتيللواء المقرب جدا من ليل قال انه الناس تدرب في بعض الحساس على انفراد لكن برغم ذلك الحديث عن تدربه ولو عن انفراد يعتبر مؤشر ايجابي موقع لوبتيللواء قال انه الناس سيبقى يتدرب على انفراد لفترة لن تكون طويلة قبل ان يندمج في تدريبات فريقه الجماعية وربما يكون ذلك في الاسبوع الاول شهر مارس ورغم ان التقرير الفرنسي قال ان التاريخ غير متأخر ومناسب جدا لسعادة الجزائري الا انه يبدو متأخر نسبيا لأولناس بخصوص المنتخب الوطني وتربط مارس يبدو ان الايام المقبلة لن تكون جيدة ابدا للدول المستقبل ولعب والفرهامتون رايان ايت نوري فبعد وضعه بديلا في اخر لقاءين حصل منافسه هوغو بوينو على اشادة كبيرة جدا من احد اساطير الكورة الانجليزية وهو جيمي كاراغير هذا الاخير قال ان ابوينو ابهره بتطور مستواه مرشحا اياه ليكون رقما صعبا في المستقبل الاشادة التي يحصل عليها منافس ايت نوري من اساطير انجلترا ومن الاعلام الانجليزي نتو صبتات في مصلعته ايت نوري مطالب ربما بالانتظار قليلا قبل رؤيته اساسيا وهو الذي جلس على الدكة رغم تألقه في اخر ثلاث لقاءات لعبها كاساسي عاد حارس الخضر انتوني موندريا ليبصم على مستوى كبير وذلك في لقاء فريقي كون ضد نادي جانجون صعرت امس موندريا اسهم بقسط وافر في فوس فريقي بهدفين مقابل هدف وحيد بعد تصديه لكثير من الكرات كان من بينها تصدي خرافي صنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وعطفا على ما قدمه حصر الجزائري على ثناء كبير من اعلام النادي الذي قال انه كان السبب الرئيسي في فوز الفريق موندريا بمستوه الكبير منذ بداية الموسم يكون قد حجزه بدون شك مكانا في تربص الخضر المقبل بالرغم من المنافسة الشارسة وبدون شك لن يتطلع فقط لهذا وسيطنح للظهور اساسيا على حساب مولحي في لقاعة النيجر أعد موقع بروكسيموس البلجيكي تقريرا عاد فيه لتصريحات لعب الخضر آدم زورغان والذي قال فيها قبل أسبوع تقريبا أنه سيرحل بنهاية الموسم وأنه يستهدف لعب دور أبطال أوروبا الموقع السابق طرح تساؤلا جداليا حول قدرة زورغان على اللاعب في فريق جيد وفي مسابقة كبيرة مثل دور أبطال أوروبا ورغم أنه أشاد بقدراته الفنية والبدانية وبلمسته الجيدة في مستوى فريقه شارلوروح إلا أن الموقع السابق قال في المقابل أن زورغان لم يثبت أي شيء يوحي بقدرته على اللاعب في فريق كبير لحد الآن زورغان يلعب في فريق متوسط في بلجيكا يحتل الصفة الـ 11 كما أنه على الصعيد الدولي لم يترك أي أثر مع المنتخب الجزائري المصدر ذاته قال أن لعب زورغان في مسابقة دور الأبطال يمكن أن يحدث لكن لا يمكن أبدا الاستناد على المستوى الذي يقدمه حاليا ليقال أنه قادر على فعل ذلك منذ عدة أسابيع انتشرت الكثير من الأخبار عن تعاقد لاعب الخضر ونادي بوريسيا مونشيغلات با خرامي بن سبعيني مع نادي بوريسيا دورتموند أخبار ازدادت قوة في اليومين الماضيين مع تأكيدات موقع فوتمركاتو الفرنسي المدير الرياضي لنادي دورتموند اضطر للخروج والحديث عنه مثل هذه الأخبار خاصة أن التأكيدات صارت أكثر قوة إدارة بوريسيا وعلى لسان المديرها الرياضي سيباسيان كيل نفت كل هذه الأخبار وقالت أنه لا يوجد أي شيء رسمي صحيفة بيلد ومعها موقع فوتمركاتو وكثير من المصادر الأخرى قالت أن بن سبعيني اتفق رسميا مع بوريسيا وأنه سيوقع مع نهاية الموسم وهي أمور تبدو رسمية ولو أنها على الورق ليست رسمية مدير التعاقدة في نادي بوريسيا دورتموند ورغم نفيه أن يكون ناديه قد اتفق مع بن سبعيني إلا أنه قال أنه لاعب مهم جدا سيباسيان كيل وصف بن سبعيني باللاعب المميز وقال أن تعاقد معه سيكون رائعا لكنه في مقابل ذلك قال أن كل ما يقال عن اتفاقهم معه مجرد إشاعات قبل لقاء أطالنطا في الدور الإيطالي والذي سيجري سارة اليوم تكلم مدرب ميلان ستيفانو بيولي مرة أخرى عن لعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر وعودته المرتقبة مدرب ميلان أعطى موعدا جديدا لعودة الجزائري وقال أنه سيستعيده خلال هذا الأسبوع ولم يشير مدرب ميلان يوم عودة بن ناصر بالتحديد لكنه بكل تأكيد سيكون بعد غدين الثلاثة في حصة الإسيناف أو يوم الأربعاء على أقصى تقدير الكل في ميلان ينتظرون عودة بن ناصر بشغف لكن وكما عشرنا كثيرا سابقا لا يمكن الجزم أبدا بعودة بن ناصر إلا بعد رؤيته فوق رقعة الميدان لا جديد يذكر ولا قديم يعاد بخصوص تألق لعب الخضر ونادي الأهل السعودي رياض بودبوز حيث كشفت الحسابات الرسمية لدور الدرجة الثانية عن تشكيلة المثالي للجولة المقضية وقد تواجد فيها رياض لعب رياض بيتيس السابق كان قد تألق بقوة في لقاء أحد وأبهر متتبعي الكرة السعودية مؤكدا أن مستواه أعلى بكثير من المستوى الذي يلعب فيه لم يتواجد لعب الخضر حسين بن عيادة في أراقات لقاء فريقه الوداد البيضوي ضد نادي بيترو أتيتيكو بن عيادة وكما يعلم الجميع مصاب المعضلة أن ودارة الوداد لم تحدد طبيعة إصابته لكن المعضلة الأكبر أنها لم تحدد حتى تاريخ عودته استمرار غياب بن عيادة بات يهدد مشاركته في التربص المقبل للخضر حيث بات الوقت جد ضيق لأجل عودته والمشاركة في عدد كافي من اللقاعات كشفت تقارير مغربية أن إدارة الوداد البيضوي لم تقم بفسخ عقب لعبها الجزائر جمال بالعمري بالتراضي كما قيل وما صرح به اللاعب أيضا بل فرضت عليه شراء أوراقه التقارير ذاتها قالت أن إدارة الوداد تحصلت على الدفعات المالية الخاصة بالتحويل والتي وصلتها من نادي الوصل نادي بالعمري الجديد ويبدو أن إدارة الوصل التي قبلت بدفع مقابل مالي لأجل ضم بالعمري قد أنقذته حقا من مشكلة كبيرة وهو الذي تعود على مثل هكذا مشاكل حيث سبق ودفعت إدارة قطر مقابل مالي للشباب السعودي بالرغم أنها تعقدت مع بالعمري مجانا بعد أن تبين أنه مرتبط وهو نفس ما قامت به إدارة الوصل اتفقت مع بالعمري على أنه حر لكنها دفعت مقابل انتقالها بعد أن تبين أنه مرتبط إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم